وكلمت كمان عن جنرال محمود الجهري كلمني شوية عنه وكلمني شوية عن أهم التفاصيل وأهم المعلومات اللي كنت حضرتك حابب تبرزها من خلال كتابتك عن محمود الجهري لأن محمود الجهري مش بس بتوع الكورة اللي بيحبوه مش بس الكراويين ولا الأهلوية ولا الزمالكوية ولا كده ولا بس المصريين يعني حتى البنات والستات بيحبوه بيحبوه كانوا طلته وتاريخه القراوي المشرف يعني غير التاريخ القراوي كمان هو كان واحد من أبطال حرب أكتوبر فدي لوحدها جزء من تاريخه وهو نفسه كان بيعتز بي الله أرحمه جدا أنه هو شارك في حرب أكتوبر وشارك فعليا يعني هو كان مسؤول عن حاجة مهمة جدا أثناء الحرب كان هو همزة وصل ما بين القيادة والجبهة في وقت من رؤيته لأنه كان ظابط إشارة أصلا ويعني هو رجل عسكري من طراز فريد با رقم واحد نقطة تانية بقى في الكورة أنا في رأيي وفي تقديري الشخصي أنه جنرال محمود الجوهر يا الله أرحمه هو أعظم مدرب عربي ممكن دلوقتي بقى فيه وليد الرجراج يعمل إنجاز مثلا مع المغرب لكن اللي وصل منتخب بلده للعالمية من المدربين العرب هو محمود الجوهر قبل سهو عمل كمان محمود الجوهر ينقل نوعية في الكورة في الأردن مثلا وتكرم من ملك الأردن ولي عملوا مع منتخب الأردني كان الحقيقة تاريخ كبير جدا وقابليه هنا في مصر مع الأهلي ومع الزمالك ومع المنتخب مصر أنك تروح كاسعالة منه يبقى فيه سأنا نتكلم عن المستوى العربي يعني لذلك المدرب المصري الوحيد كمان اللي درب الأهلي والزمالك وأخذ مع الاتنين بطولة أفريقيا لكنها كان تركيزي على الجنرال محمود الجوهري في الأربع مرات اللي تولى فيهم تدريب منتخب مصر لأنه الحقيقة لو نقدر نقول أن التاريخ الحديث لمنتخب مصر هو بدأ مع الجنرال محمود الجوهري وكمل كابتن حسن شحيطة طبعا بعد كده وأخذنا بطولات لكن كابتن محمود الجوهري أخذ كل البطولات الممكنة وعمل كل الإنجازات الممكنة لأي مدرب ده واحد صعد بمصر كاسعالم أخذ أمم أفريقيا صعد كاس الكارات أخذ كاس العرب بعد كده لما راح الأردن أسس قعدة رائعة لكرة القدم الأردنية ما زالوا بيحترموا الجنرال محمود الجوهري لحد النهاردة في الأردن حتى أنا في كلامي مع اسمه الأمير علي بن الحسين هناك ورئيس الاتحاد الكرة الأردني بيعتز جدا بالفترة اللي هو أسس فيها المنظومة بتاعة كرة القدم الأردنية مع الجنرال محمود الجوهري فالحقيقة أنه كمان شخصية كان لها كارزمة خاصة عند كل الناس ممكن حتى اللي مش مهتمين بالكرة كانوا عارفين محمود الجوهري وبيحبوا الجنرال محمود الجهري اتكلمت كمان في كرة القدم الجامحة اتكلمت عن تاريخ كرة القدم ما بين مصر وما بين اليونان واعتقد ان في برضو علاقة قوية جدا بتجمع ما بيننا كلمنا شوية عن الجزئية دي او كلمنا شوية عن الكتاب التحديد يمكن ان انا بعتز بكتاب كرة القدم في المدن الجامحة ده جدا لانه الحقيقة أنه العلاقة ما بين مصر واليونان تاريخيا حتى واجتماعيا وثقافيا وفي كل شيء إحنا العلاقة قوية جدا يعني بحر متوسط وإحنا أقرب دولتين لبعض وأنا على طول في اليونان يعني أنا بحب الجو بتاعي اليونان لكن تاريخ كمان المشترك ما بين مصر واليونان في كرة القدم مع وجود جاليا يونانية هنا في الجزء الأول من القرن العشرين جاليا كانت ضخمة ووصل عددها لمتين ألف تقريبا يوناني كان فيه أندية في مصر أندية كلها من اليونانيين وشاركت في الدوري ولعيبة خرجت من الدوري المصري هم يونانيين وتقلقوا بعد كده يمكن فيه ناس كمان ما تعرفش أنه أول حارس مار مع المنتخب مصري يتوج بأمم أفرقيا مع المنتخب كان يوناني يوناني مولود في بورسعيد براسكوس وغيره وغيره فيه لعيب اسمه كوميانيدس كوميانيدس ده كان لعب في الزمالك وفي المحلة وبعد كده أخد الدوري اليوناني مع باناثانايكوس وهو مولود في مصر ولعب في بطولة أوروبا فالحقيقة أنه كمان بعد كده في التمانينات والتسعينات والحد دلوقتي يبقى فيه نوع من أنواع الاحتراف اللعبين المصريين منهم كابتن حسين مبراهيم حسن لعب في باوك اليوناني في وقت من الأوقات كابتن مجد طلبة هو أكثر لعبين المصريين شعبية هناك في اليونان عبدالسطار صابري وغيره وغيره من اللعبين المصريين اللي احترفوا في اليونان فالعلاقة ما بين مصر واليونان في قدم تتخطى المئة سنة كمان اشتركوا في القناة